عقدت لجنة تطوير وتحديث الاستراتيجية العربية للسياحة برئاسة مصر اجتماعا بمقار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أكدت الأمانة العامة في بيان لها أنه تم إعداد الاستراتيجية العربية للسياحة وأقرتها القمة العربية لمواكبة التطور السريع الذي يشهده قطاع السياحة مضيفة أن وثيقة الاستراتيجية المحدثة تضمنت التركيز على تحديث الإحصائيات السياحية لتكون أكثر واقعية والاهتمام بعنصر تنافسية السياحة والسفر للدول العربية والأثر الاقتصادية لقطاع السياحة